مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة وكما عودناكم منذ السابع من أكتوبر بداية الحرب على غزة أوقفنا جميع حلقات برنامج من الحياة نصرة لإخواننا في غزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن لا يرفع لليهود في الأرض راية وأن يجعلهم لخلقه عبرة وآية وحول مصرة غزة استوقفتني حقيقة خطبة جمعة لسماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي نصرة لإخواننا في غزة بعنوان تنبيه أهل التجان بمزيون أحب السجان لذلك أحببنا أن ننقل هذه الخطبة في لقاء كامل على شاشة الرحمة في حلقات برنامج من الحياة لذلك يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي فأهلا ومرحبا بكم حياك الله ونفع بكم حيا الله شيخنا كريم اللهم أمين ويحييكم تنبيه أهل التجان بمزيون أحب السجان عنوان جميل لماذا اخترت هذا العنوان أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد اخترت هذا العنوان لأن هناك حديث رواه بدماجة والتلمذي من حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال للشهيد عند الله كم؟ ست خصال ست خصال أول حاجة يغفر له في أول دفع أول دفع من دمه يغفر له ثاني حاجة يجار من عذاب القبر ثالث حاجة يأمن من الفزع الأكبر رابع حاجة يتزوج ثنتين وسبعين حورية إن شاء الله خامس حاجة يشفع لسبعين من أقاربه إن شاء الله سادس حاجة يلبس تاك اسم تاك الوقار إن شاء الله اللي يقوت الوحدة فيه خير من الدنيا وما فيها خير من إفريقيا أسيا أوروبا أمريكا أستراليا الصين خير من الدنيا وما فيه ليس التاج الياقوت الياقوت الوحدة الياقوت الوحدة في التاج وهو فيه أكثر من يقوت نعم تتمليء بهذا الياقوت الوحدة أكثر الياقوت الوحدة خير من الدنيا وما فيه فكما تفضلت أنت إذا قلت التيجان أي عنوانت أو ترجمت للخطبة تنبيه أهل التيجان أو تذكير أهل التيجان بمسجون أحب السجة نعم جميل بشاء الله اللهم بارك طبعا حضرتك تتكلم فيها عن أخلاق المقاومة أخلاق المقاومة المجاهدين في حماس وهم يتعاملون مع الأسرى الإسرائيليين وكيف يعني صدرت هذه أو صدرت حماس هذه الصورة الحسنة في التعامل مع الأسرى في هذه الحرب أولا أنت لا يخفاك أن المسجون يكره السجان لا شك آيوة نعم فكان العنوان ملفت إيه لتنبيه أهل التيجان بمسجون أحب السجان نعم هذا على غير الطبيعة صحيح على غير الأمر فذكرت حديثا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم هذا الحديث سلمك الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا إلى نجد يبقى الحديث ثبت فين البخاري ومسلم نعم وهو من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا إلى نجد نعم يعني أرسل سريا خطوها زي إلى نجد فأتوا برجل من المشركين أتوا برجل من المشركين أي من الكفار المحاربين أي من الكفار المحاربين وهنا نقف إبن الله أرسل خيلا إلى نجد فأتوا برجل اسمه ثمامة بن أثال هذا الرجل من قبيلة تدعى بني حنيفة هذا الرجل سيد أهل اليمامة وكان ملكا من ملوك العرب المشركين إن شاء الله طيب الرسول السلام أرسل سرية إلى ده اسمه إيه اسمه جهاد الطلب نعم اسمه جهاد إيه الطلب طبعا ربنا عز وجل قال في القرآن انفروا خفافة وثقالة ربنا عز وجل قال في القرآن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل القومية لا في سبيل الله في سبيل الله نعم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله أول ما تسمع تجارة تجارة إذا البزنس كما يقولون التجارة في كذا في كذا في كذا ربنا بيّن إن التجارة الرابحة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق سلم يا رب النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بإيه؟ بالعينة بالعينة أي نعم يعني مثلا أشتري منك سيارة بخمسمائة ألف جنيه تقصيد وبحالك أنت ونواقف بربعمائة ألف دسمو بيع بالعينة بيع ربا ومحرم ذا اللي بسموه حاليا الحرق آيوة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني انشغلتم بالدنيا الحقيرة الفانية وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذل لا ينزح منكم حتى ترجعوا إلى دينكم سلم يا رب أينها فبعد هذه الآيات الزكيات من كلام رب الأرض والسموهات وبعض الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة الثابتة أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا إلى نجد كما سبت دعني هنا وأقفى شيخنا الكريم يعني من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو يعني أنا ربما لا أكون جندي مثلا في الجيش فكيف أحدث نفسي بالغزو وأنا لست جندية محاربا يعني تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله نعم بقتال الأعداء وسيأتي هذا إن شاء الله نعم تفضل فالرسول السلام أرسل خيلا دعني اسمه جهاد طلب دعني اسمه جهاد ايه طلب طيب وفيه جهاد اسمه جهاد دفع اسمه جهاد ايه دفع فلسطين ديا للمسلمين في فلسطين نعم صحيح صحيح ومن جملتها غزة أيها أتى إخوان القرادة والخنازير من اليهود فاحتلوا هذه الأرض المباركة أرض الإسراء والمعراش التي قال الله عنها سبحان الذي أسرى بعبيده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أرض المباركة أرض فلسطين ردها الله إلينا فاحتلها اليهود الذين تطاولوا على خالقنا وخالقهم فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بالسوطتان ينفق كيف شاء تطاولوا على خالقنا وخالقهم فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء حتى لما واحد اسمه فنحاص من أحبارين قال سين أبو بكر أم رافع إيده أم رازع كف ما تحملش نعم تقول إن الله فقير ونحن أغنياء حتى لدركت إن فنحاص هذا ذهب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن صاحبك قد ضربني ما قال له ليه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فنحاص إلى أبي بكر فأتى أبو بكر هل ضربت هذا يا أبي نعم ضربت أو كما قال عليه وسلم لماذا قال يا رسول الله قال إن الله فقير فقال فنحاص أنا ما قلت أنا ما قلت وقال نعم فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فصدق الله الصديق إن شاء الله من فوق سمع سمع وان نعم خذت منك فظاهر عوار هذا اليهودي وهذا صفة الغدر والخيانة والكذب أمر ملتصق باليهود في كل عصر ومصر وزمان ومكان نعم فإذن جهاد الطلب كإرسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى نجد وهناك جهاد دفع جهاد دفع كجهاد إخواننا في غزة وفلسطين احتلتهم اليهود فهم يريدون أن يدفعوا اليهود عن أرضهم ويريدون استرداد أولى القبلتين وثالث المسجدين ثاني مسجد وضع على الأرض بعد المسجد الحرام حيث بينهما أربعون عاما أول مسجد وضع في الأرض مسجد الحرام ثم المسجد الأقصى كم كان بينهما أربعون سنة أو عن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ولذلك فقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى إذن الرحال لا تشد لا لنبي مرسل ولا لولي مقرم ولا لحجر ولا لشجر ولا لملك ولا لعفريت ولا جن ولا شيطان ولا مارد وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي نعم فالشاهد أن إخواننا في فلسطين المباركة وفي غزة العزة يدفعون إخوان القردة والخنازير من أرضهم التي قاموا باحتلالها وهذا يسمى جهاد دفع نعم فإذن الجهاد وقسمان الأولان جهاد إيه جهاد ودفع وجهاد وطلب أيوة جهاد وطلب طيب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للسرية إلى نجد جهاد إيه طلب جهاد طلب نعم جهاد إيه طلب طلب الكفار الكفار على أنواه أول نوع من الكفار ذمي الذمي هو الكتابي أهل الطورة أهل الإنجيل اليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية لإمام المسلمين نعم جزية إلى يوم الدي إلى يوم الدي نعم قد تركوا أي نعم طيب الذمي هذا لا يجوز أن تتعرض إلى دمه ولا إلى ماله نعم معصوم الدم والمال أي مع أنه كافر نعم أي الذمي وهذه ليس تشدد ولا تزمد ولا تطرف بل إن الله تعالى هو القائل في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثه ثلاثة وقال أجل في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح نوري ابن مريم نعم أي نعم أن عقدتنا أحنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عقدتنا إنما إلهكم إله واحد هذه عقدتنا نعم طيب وهناك ببارك الله فيه من أولي الذمي ذمي بعد كده فيه مستأمن نعم إيه المستأمن ده رجل في لندن في ماريس في واشنطن في موسكو في ميلانو في طايلاند في أي بلد من بلاد الكفار ذاب إلى القنصلية المصرية وأخذ تأشيرا بدخول مصر أخذ سكا سك أمان نعم فإن دخل بلادنا لا يجوز لأحد أن يتعرض لدمه ولا لماله مع أنه كافر نعم لكن أخذ سك أمان من الحاكم من إمام المسلمين نعم والصفارة أو القنصلية تنوب عن الحاكم نعم أين كذلك أيضا معاهد هناك دولة كافرة كتبت زي مثل أمريكا أستراليا أدجلترا فرنسا هذه الدول الكافرة قد تأشيرا هل ينبغي أن تقول على شاشة التلفاز دول كافرة ليست هذه ألفاظ جافية غليظة قاسية لا أبدا لأن الله سمهما قد تأشيرا طيب بارك الله فيك فهذا المعاهد دولتنا مصر كدولة مسلمة أو السعودية أو الكويت أو الجزائر أو السودان أو تونس أو غيرها كماكستان وأندونيسيا وماليزيا وبروناي دول مسلمة نعم تعاهدت مع هذه الدولة الكافرة أن يكون بينهم هدنة لمدة خمس سنين فلا يتعرض أحد لأحد كما حدث بين المسلمين والمشركين في صرح الحديبية عشر سنوات فهذا اسمه معاهد فإذا لقيت أحد منهم لا أتعرض لماله ولا لدمه نعم أي عندنا ذمي ومستأمن ومعاهد الرابع بقى كافر محارب كافر إيه محارب الذمي والمعاهد ومستأمن لا أتعرض لدمهم ولا لمالهم نعم أما الكافر المحارب يتعرض إلى دمه وماله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ها النفس بالنفس لو قاتل مسلم مسلم عمدا وبدون يعني بدون حق ففي الحالة يقتل من قبل ولي الأمر نعم أيها والثيب الزاني الذي سبق له زواج ووقع في جريمة الزنا يرجع حتى الموت نعم والتارك لدينه المفارق للجماعة تارك لدينه والمفارق للجماعة طيب إذن بارك الله في عمرك عندنا ذمي ومستأمن ومعاهد وكافر محارب الذمي والمعاهد والمستأمن لا يتعرض إلى دمهم ولا إلى مالهم نعم الكافر المحارب يتعرض إلى دمه وماله فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خيلا إلى نجد نعم خيلا إلى إيه نجد إلى نجد فأتوا برجل اسمه ثمامة من أثال هذا رجل من قبيلة اسمه بني حنيفة نعم وهو سيد أهل اليمامة وكان ملكا من ملوك العرب المشركين أتوا به فربطوه في سارية من سواري المسجد يعني عمود من أعملات المسجد نعم فهم مقصدهم صحابة الكرام الذين قال الله تعالى في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه كان هدفهم أن يطلع ثمامة في المقام الأول كيف يجلون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقدرونه وكيف يحترمونه وكيف يأتمرون بأمره وينتغون بنهيه عبودية لمن على العرش استوى عبودية لله وأن يطلع على تآلفهم وتواددهم وتحاببهم وإيثار بعضهم لبعض وإكرام بعضهم لبعض ومحبتهم وترابطهم أرادوا أن يطلعوه على ذلك لأن كل هذا من أخلاق الإسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص طيب ولو كان بهم خصاص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة ضيفة طيب إنما المؤمنون إخوة إخوة طيب ليس منا من لم يجل كبيرا كبيرا ويعطف على صغيرنا نعم ويعرف لعالمنا قدره حقه نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنه ولا تؤمنه حتى تحابه ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم متحاببتم أفشوا السلام أفشوا السلام بينهم نعم يبقى هذه الأشياء أخلاق قرآنية نعم أخلاق نبوية أخلاق سلفية نعم حققها صحابة سيد البرية نعم رضو الله تعالى عليه رضو الله يرى الإسلام رأي العين أخلاق الإسلام أحسنت نعم يرى الإسلام عمليا سلوكيا سؤلت أمي وأمك وأم المؤمنين عائشة كيف كان خلق النبي قالت إيه صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي قالت إيه كان القرآن يمشي على الأرض كان خلقه القرآن نعم كما تفضلت كان خلقه القرآن القرآن نعم نعم فهذه دعوة كما تفضلت أنت تطبيقية عملية سلوكية نعم لدين رب البرية نعم 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 فسدنا النبي عليه الصلاة والله طبعا الصحابة الكرام يطعمونه يطعمونه ثمامه يسقونه يكرمونه يحسنون معاملته وفي هذه الأيام أسر إخواننا في المقاومة الإسلامية بحماس الجهد الإسلامي وغير ذلك من المسميات المسلمة في غزة أسر جمع من اليهود فكانوا يطعمونهم مع قلة الطعام ويسقونهم مع قلة وجود الماء العزب لا وفاكهة مما تخيرون يقدمون لهم الفاكهة وهم لا يجدونه فيؤثرونهم على أنفسهم مع أنهم كفار ويهود والأعزم من ذلك أن بعضهم مرضى فأحضروا له أطباء متخصصين وقاموا بعلاجه وأحضروا له الدواء صحيح أحضروا له الدواء أحضروا فامرأة من اليهوديات تأثرت تأثرا عجيبا جدا العمال إحنا من قتلك ليه ومحتلين أرض كله هذه صارت أسئلة قتل في نفسها تأثرت بأخلاق الإسلام تأثرت بأخلاق الإسلام وإخواننا في المقاومة في غزة يتأسون بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله ويقتدون بصحابة النبي رضوان الله عليه رضوان الله تعالى عليهم لأن ربنا جل جلال وصفهم في كتابه فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم ربنا أقول أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين ربنا عز وجل قال رضي الله عنهم ورضو عنهم اللهم ارضى عننا يا رب كما رضيت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتأثروا جدا فلما أتى وقت استبدال الأسرة وفك أسرة هؤلاء بعض من اليهود في المرة الأولى وهي المرة التي حدثت سنية لسلام تأتي أيها الإعلام المرء والمسموع والمقرو أتى يلاقي يسوي حديث مع هؤلاء الأسرة فمن ضمن المرأة قالت هؤلاء قالت هؤلاء الجنرالات الجنرالات يعني هؤلاء هم جنود بس الجنرال يعني فهي تريد أن تعظمهم وأن تفخمهم وهم أهل للتعظيم والتفخيم لا شك لأن لسان حالهم يقول الله غايتنا والقرآن كتابنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أحلى أماننا نعم فقوم يقولون بلسان حالهم وقالهم قل إن صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ونعو المسلمين جدير بهم أن يدعى لهم فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنة وصفاتك العلا أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين المباركة اللهم انصر المجاهدين في غزة العزة اللهم تقبل موتاهم شهداء اللهم داوي مرضاهم اللهم شافي جرحاهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اسكي عاطشهم اللهم اكسو عاريهم اللهم اجعل النصر حليفهم اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم احصدهم عددا وهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا ولا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم للخلق عبرة وآية وسكنوا الرعب والفزع والقلق والاضطراب في قلوبهم اللهم أرنا فيهم هزيمة منكرة وزدهم خلافا على خلافهم وزدهم فرقة على فرقتهم واجعل أمرهم شتاتا شتاتا فأنت ولي واجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين وادفع الفتنة عن إخواننا في ليبيا والسودان واجمعهم على أتقى قلب رجل واحد اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين فبارك الله في عمرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا أن هناك في الجهاد فرض عين وأن هناك فرض كفاية وأن الجهاد لا يكون فرض عين إلا إذا احتلت بلد من بلاد المسلمين ولو كان شبران أو إذا استنفر إمام المسلمين واحدا بعينه أو جماعة بعينها أي نعم إذا احتل بلد من بلاد المسلمين أو إذا استنفر أو إذا لاقى المسلم الكافر في صف القتال حينئذ يكون الجهاد فرض عين حينئذ يكون الجهاد فرض عين أيها بارك الله فيك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيه الثمن إن لهم الجنة الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نسأل الله الجنة نسأل الله الجنة نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول الله فبارك الله في عمرك عرفنا أن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع عرفنا أن الجهاد في فرض عين وفي فرض كفاية وعرفنا أن الكفار أربعة أنواع ذم مستأمن ومعاهد وكافر محارب وعرفنا أن السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لنجد هذه الجهاد طلب فأتوا بهذا الرجال وربطوه في سرية من سواري المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة يعني ماذا عندك يا ثمامة يعني ماذا تظن أني فاعل بك وأنت كنت تريد قتلي وأنت الآن بين يدي وتحت إمرتي ومربوط عندنا قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل زادم يعني إن قتلتني فيحق لك أن تقتلني وإن أنعمت علي أنعمت على شاكت يعني يبقى جميلك في رقبتي لا أنساه طيلة حياتي وإن كنت تريد مالا سل منه ما شيء تعطيناك إياه رجل ملك عنده أموال كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الملاطفة وتلك المداعبة تركه وانطلق ثم والصحابة يطعمونه ويسجونه ويكرمونه أتى في اليوم الثاني فنفس السؤال فأجاب بنفس الإجابة في اليوم الثالث أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة قال قلت لك يا محمد عندي خير إن تقتل تقتل زادم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد ما لمس منه ما شيء تعطيناك إياه فأصدر فرمان النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر صلى الله عليه وسلم قال فكوا ثمامة وأطلقوا أسرة أو كما قال عليه وسلم عفى عنه بدون مال نعم وبدون مبادلة أسرة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارة نعم لأن إمام المسلمين مخير بين القتل قتل من؟ قتل الكفار الذين أسروا كما قتل سبعمائة في بني قريضة وحكم في ذلك سعد بحكم الله نعم أو بارك الله فيك إما القتل وإما أسرة وإما أسرة نعم خدتها زي فهذا حدث البني المصطلق نعم نعم وإما المبادلة كما حدث في بدر أو بالفداء بالفداء نعم أو المن كما حدث لابن أبي ربيع ابن أبي العاص ابن ربيع زوج بنته نعم وثمامة ابن أثال هذا نعم فأطلق ثمامة بيوجه فثمامة نظر خارج المسجد فوجد نخيلا وفي العبين نخيل ماء فاختسل نعم وآتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر طب ولماذا لم تسلم أنت عندنا قال لا حتى لا يقول أنني أسلمت خوفا من السيف ولكني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفة واتبعتك يا رسول الله نعم إن شاء الله ولكن أنا كنت أريد العمرة الله هو المشرك بيعتمر أي وكان يحق ويعتمر أما سمعت لا يحق بعد العام عريان نعم لا يحق بعد العام مشرك لا يحق بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان نعم نعم فماذا أنت بأي شيء تأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب إلى العمرة أو كما قال عليه وسلم فلما وصل إلى العمرة خبره قد طار إلى مكة قالوا أصبوت تتركت دينك قال ما أصبوت ولكني اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم فرفع مشرك من المشركين سهمه يريد أن يصيبه به فقال له أخر أنت تعرف ماذا تريد أن تفعل هذا سيد أهل اليمامة سيد أهل اليمامة فقال ثمامة بن مثال والله لن تصلكم حبة قمح حتى حبة حنطة عن قمح حتى يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المقاطعة الاقتصادية إذن المقاطعة لأنه ليست مقاطعة حديثة لكن صلقهم بها ثمامة ثمامة نعم خطرون زي ولما حدث ما حدث في الدنمارك وتطاولوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والدول المسلمة بفضل الله قاطعوهم ضرب اقتصادهم واعتذروا نعم اعتذروا ووعدوا أن لا يعود الأمر فيفهم من هذه أن المقاطعة الاقتصادية لها ثمارها نعم وحتى في الوقت الحالي لها ثمارة عجيبة جداً في مسألة مقاطعة اليهود اي نعم منتقات اليهود فذهب إلى العمر برك الله فيك واعتمر اي نعم وفعلاً منع الحمطة للقمح حتى أبو سفيان قال يا محمد أناشدك الرحب صلى الله عليه وسلم قتل زي امر ثمامة ابن أثال أن يرسل لنا البر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليهم البر والآن اليهود يقتلون النساء ويقتلون الصبيان ويقتلون الشيوخ ويقصفون البيوتات وقرابة مية وستين مسجد هدمهم وثلاثين مستشفى وحوالي وخمسين مركز صحي إلى غير ذلك قصفوهم ثم نقول بعد ذلك حقوق الإنسان وحقوق الحيوان أين الحقوق وأهل غزة قد جاعوا وعطشوا وصاروا عري فأين حقوق الإنسان وأين حقوق الحيوان وأهل المقاومة من المجاهدين الموحدين السنيين الطيبين يطعمونهم ويسقونهم ويعالجون إذن ربط في هذه الخطبة تنبيه أهل التجان بمسجون أحب السجان بموقف الصحابة مع ثمامة بن أثال وكيف تأثره بأخلاق الإسلام وما حدث أيضا في المقاومة في فلسطين وما فعلوه مع الأسرى اليهود أحسن ثمامة المسجون أحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اللهم سجنوا صحيح وكذلك اليهود الأسرى أحب أهل المقاومة لحسن معاملتي مقتدائي جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم حقيقة نورتنا وشرفتنا وازدانت الرحمة الليلة بوجودك أحسن الله إليكم بارك الله فيكم وزادكم الله علما مشاهدنا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير للعالم الجليل سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي سائل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة جليدة ولقاء جديد من لقاءاتي من الحياة في الأسبوع القادم وقبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته